موسيقى موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وقال الله ليكن نور فكان نور وهذه الحقيقة من بداية الأيام حتى يومنا هذا أن الله فعلا أول عمل عمله وفصل بين النور والظلمة وهذا العمل أحبائي مازال حتى يومنا هذا أن نور المسيح ينبغي أن يشع وينبغي أن يظهر وينبغي فعلا أن يرى في كل مكان إخوتي وأخواتي في هذه الحلقة رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم هو عبارة عن سؤال وصلنا عدة مرات على الوебسايت وعلى الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والسؤال تكرر عدة مرات عن هل جرب المسيح أو يجرب المسيح بالخطية أو خليني أصيغي السؤال هل من الممكن أن يجرب المسيح بالخطية وهذا موضوع مهم جدا من ناحية موضوع مصيري ومن ناحية تانية موضوع خطير جدا ومسؤولية أن معرفتنا لشخصية يسوع المسيح ومعرفتنا لهوية يسوع المسيح بتحدد مصار واتجاه حياتنا وبتحدد كمان أبديتنا فأنا بصلي اليوم طالما رح نلقي الضوء على هذا الموضوع بصلي أنه رب يفتح الأذهان والعيون أيضا وفعلا يجري معجزة حقيقية في حياتك اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أهلا أحباء المشاهدين أحييكم باسم الرب يسوع المسيح وصلاة فعلا أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة مثل ما ذكرت أن حديثنا في هذه الحلقة عن سؤال وجه لنا عدة مرات والسؤال هل من الممكن أن يجرب المسيح بالخطية يسرني طبعا أن أستضيف إلى هذه الحلقة هو مش ضيف هو أخ عزيز وواحد من أهل البيت طبعا معروف لكثير من حبيبنا اللي بيشاهدونا على القنوات الفضائية دكتور فريد زكي دكتور فريد عم بزورنا من مصر هو خادم للإنجيل ومعلم للكتاب المقدس وأعتقد أنك أنت الشخص المناسب لنسألك هذا السؤال دكتور فريد أهلا وسهلا فيك يسعدني أخ نظار أكون معك في هذه الحلقة ويسعدني دائما أن أرى استخدام الرب لك شكرا جزيلا يعني الكتاب المقدس بيتكلم عن الإيمان المسلم للقدسين وهذا الإيمان الرسول بولوس يعني بيتكلم عنه لأنني تسلمت ما يعني سلمتكم أيضا نعم فالفكرة أنه في موضوعات إحنا بنوخدها بكل بساطة مسلمات مثل موضوع إحنا بنعرف أنه تجربة المسيح مش بشر لكن اليوم فيه هجوم كاسح نعم بالتحديد على هوية يسوع المسيح فالسؤال اللي وصلنا خلينا أسألك إياتو بشكل مباشر هل من الممكن أن يجرب يسوع المسيح بالخطية؟ جيد إحنا لما نفكر في السؤال ده لازم هيرد إلى أذهاننا عدة عنوين نتكلم فيها مع بعض فضل أول عنوان من هو شخص المسيح الذي يسأل عنه هذا السؤال؟ من الشخص ده؟ إيماننا المسيحي المبني على إعلانات كلمة الله يعلن ويقول لنا أن شخص المسيح تميز عن كل البشر في كونه هو في ذاته عندما تجسد كان الله الذي ظهر في الجسد فهو لم يترك لهوته وأتى ليصير إنسانا بدون كونه الله الآيات كتير هاخد أبسط الآيات التي عرفها أبسط قارئ مثلا إنجيل يحن الأصاح الأول آية الأولى في البدء كان الكلمة الكلمة هو المسيح والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله أدي اللهوت والكلمة صار جسدا هل طبيعة الله تغيرت؟ لا زي ما هو تماما ما حدث فيه أي تغيير والحقيقة هو لو حدث تغير في طبيعة اللهوت أو في كونه اللهوت متحدا بالنسود يبقى إحنا بنطعا فالله ذاته لأن طبيعة الله واحدة من أساسيات الإلهية عدم التغير في الطبيعة إذن دي آية آية تانية بسيطة خالص الحقيقة هم أيتين في غاية الأهمية في رسالة كلوسي أذكرهم لأنه مش كتير بيدرسوا العهد الجديد بالتطقيق في رسالة كلوسي الصح 1 عدد 19 يقول هذه العبارة لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء فيه أي في المسيح في المسيح لأنه لو رجعنا للآيات الأبلها يقول هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فيه خلق الكل وبعين يكمل ويقول لأنه فيه في هذا الشخص في هذا الإنسان يسوع المسيح سرة كل اللهوت أن يحل بملئه الآية التانية للتأكيد علشان حد يعني ممكن يتساءل مين قال لكم أن فيه على المسيح أقول له في أصاح 2 من رسالة كلوسي عدد 9 يقول فإنه فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا أظن واضح قوي يعني كل ملء اللهوت يحل ولاحظ في الأولى جيف الماضي والتانية جيف المضارع يعني عندما كان على الأرض سر اللهوت أن يحل فيه والآن وهو في السماء فيه يحل كل ملء اللهوت إحنا أمام شخص إيماننا المسيح يقول أنه جمع الطبيعتين بلا امتزاج وبلا افتراق فكان الله والإنسان معا كان الله في كل ما هو الله وكان الإنسان في كل ما هو الإنسان فطبعا إحنا نتكلم على طبيعتين نتكلم على هوية يسوع هوية يسوع اللي بيقدمه الوحي المقدس بالزبط كده أنه هو الله الظاهر الله ظهر في الجسد وفي نفس الوقت الكتاب والوحي بيقدم يسوع المسيح ابن الإنسان يمكن هون اللي كتير ناس بيتلخبطوا لما حاولوا يمزجوا بين الطبيعتين الطبيعتين بالزبط وده اللي بيلخبط يبتدي لخبط بين اللهوت وبين النسو أنا أكرر هذه العبارة لأنها سهلة وبتثبت الإيمان كان المسيح هو الله في كل ما هو الله وكان الإنسان في كل ما هو الإنسان طيب الله بعض الآيات البسيطة اللي بتتعلق بموقفهم الخطيئة أولا الله هو القدوس عيناك أطهر من أن تنظره إلى الشر اثنين يعقوب يقول لنا رسالة يعقوب الأصاح الأول أنه الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا كلمة مجرب تعني تمتد بالإنجليزي الله لا يغوى بالشرور الله ليس فيه طبيعة تتجاوب مع الشرور طيب ما دي طبيعة المسيح لما كان على الأرض اثنين الله نور رسالة يحنى الأولى الأصاح الأول نعم عدد خمسة وهذا هو الخبر الذي سمعناه أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة فالمسيح هو الله نعم هو الله الظهر في الجسد الله قدوس نعم الله نور نعم الله ليس مجرب بالشرور نعم فإحنا قدام شخص الطبيعتان اتحدت فيه بشكل يفوق إدراك العقل البشر هو نفسه لما تكلم عن نفسه الرب يسوع قال في مابتة أحداشر أخ نزار آية مهمة قوي قال ليس أحد يعرف الأب إلا الأب إلا الأب ولا أحد يعرف الأب إلا الأب ومن أراد الأب أن يعلن له عايز تقول يا رب يريد أن يقول إن أردت أن تدخل إلى أعماق من أنا كالابن المتجسد فهذا لا يمكنك أن تعرف ليه لا تحتاج إلى الإعلان الإلهي بوترس لما اعترف بي أن تقول المسيح ابن الله الحي قال له طوبة لك إن لحمن ودمن لم يعلن لك الناس النهاردة عايزة تمسك في الحتة دي وبعقلها تفهمها لا دي بنقبلها مش يعني عايزة أقول مش بنقبلها بدون تفكير بنقبلها وآيات الكتاب بتؤكد كده هو طبعا لا يخفى عليك دكتور فريد أنه في العهد الجديد في وقت لاحق أنه الرسل ولسيما الرسول يحنى عم بحارب بدع يعني فيه كده بدعة بدعة التهويد مثلا دعاة التهويد وفيه بدعة أشرس اللي هي بدعة الغنصية اللي هي دعاة دعاة المعرفة نعم فبحاول الواحد يفهم الله بالمنطق وبالعقل نعم وبيعمل استنتاجات فالاستنتاجات أنه لا يمكن أن يكون يعني الله يتجسد لأنه الجسد مادة والماد الشر فعم بحارب هاي البدعة بقول لا المسيح اتخذ جسد في ملء الزمان وفعلا صار إنسان ويوحنى عم بشهد كنا معه أكلنا وشربنا وشفنا ولمسنا وعايننا يعني بحاول يثبت مثل ما ذكرت حضرتك إنه والكلمة صار جسدا جسدا فعليا ورأينا مجدهو فعلا عشنا معه 33 سنة ونص تقرير لكن دايما بموضوع هوية المسيح اللي يكون فيه إنكار ففيه إنكار للأوت وفيه إنكار للإبن وإنكار للأب واللي الكتاب يسميه روح ضد المسيح اللي بتحارب هذه الأمور في الوحي الكتابي بالزبط مظبوح ف يعني دي أول عنوان كنت عايزة تكلم فيه من هو المسيح الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة والذي البعض يقول أنه كان من الممكن أن يجرب من الخطيئة لكنه قاومها فلم يسقط الحقيقة دي عبارة بتخدع الكثيرين هي ما بتقولش إنه غلط ما هذه المشكلة هي ما بتقولش إنه غلط لكن بتقولك إنه كان بيشعر بالصراع ضد الخطيئة قرأت لأحد يعني اللي يؤكد الموضوع ده إنه كان في جهاد يومي ضد الخطيئة الحقيقة ده كلام طبعا إحنا هنيجي يعني عنده طبيعة البراء أو مثل ما ذكرت إنه الله نور الله نور لا ظلمة فيه البتة يعني استحالي إنه الظلمة تقترب من النور مثل ما تكلم بولوس الرسول لتيموثاوس يعني ساكن في نور لا يدنى منه لا يدنى منه أو مزمور 104 بيتكلم عن اللابس النور اللابس النور كسوق يعني فاستحالي إنه النور يعني الظلمة تقترب هو بالواقع الظلمة هي غياب النور بالزبط طالما النور موجود ما فيش ظلمة تمام كمان عايزة أقول شيء أرد بيه على فكرة قبل ما أخذ عنواني التاني فضل البعض قال لو رفضنا إنه كان من الممكن أن يجرب فإذن كيف يكون هو آدم الأخير أوكي الموضوع بسيط جدا لازم نميز آدم الأول الأب للجنس البشري خلق كإنسان في حالة البراءة المسيح له المجد ولد من المطوبة مريم وقبل أن يولد جاءت بشارة الملك جابرائيل أن القدوس اللي هيولد منك هناك فرق بين حالة البراءة عدم معرفة الخير من الشر لكن لا تعني قداس أما المسيح يسمى مش مجرد قدوس ولا قديس القدوس أي المنزه عن أن يجرب من الخطيئة ففي فرق بين آدم وبين المسيح آدم الأول وقع وما أخدتش وقت عشان يقع يعني والله خلقوا ودلوا كل شيء ومن أول سهم من عدو الخير هو وحوا وقع وجروا جنسنا كله فصرنا كلنا وارثين للخطيئة حالة السقوط المسيح له النجد مش كان في حالة براءة القدوس وده الفرق الكبير حاجة تانية برضو قارتها قالوا أنه لو قلنا أنه المسيح لم يجرب من الخطيئة فهذا يشكك في حقيقة إنسانياته وكانت العبارة تقول كيف يكون إنسانا حقيقيا ولا يجرب من الخطيئة إجابته عندما خلق الله الإنسان عندما خلق آدم هل كانت الخطيئة مكونا أساسيا في الإنسانية لا لقد صارت جسما غريبا دخل على الكائن الإنساني لأنه رب لما خلق كامل لما خلق آدم وبعده حواء مباشرة روح نفس جسد ما كانش في خطيئة كانت حالة براءة فالخطيئة دي دخلت جسم غريب فالمسيح كان إنسان بس كان الإنسانية في كمالها وقدستها فمن قال أنه لكي يكون إنسانا حقيقيا لابد أن يكون به الميل للخطيئة هو لأنه كمان يعني الكتاب المقدس بيتكلم عن تجارب المسيح في البرية عندما جرب من الشيطان وبعتقد يمكن لازم نخذ له قسم أكثر في هذا الموضوع طبعا أنت ذكرت عن هوية المسيح عن اللهوت والنسوت طبعا كون طبيعة تظهر إنه استحالة لكن ماذا عن شهادة الوحي شهادة الكتاب المقدس الحقيقة شهادة الوحي رائعة وبسيطة ويعني متعددة فمثلا أنا لسه ذكر دلوقتي حالا شهادة السماء عن هذا الجنين الذي يتكون في بطن العذراء ماريا الروح القدس يحل عليك قوة العالية تظللك لذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله يدعى ابن الله طيب خلينا نأخذ فاصل قصير دكتور فريد ورح نرجع وأنا عاوز أشجع كل شخص إذا عندك مداخلي تساؤل بعد قليل رح نفتح الخطوط ابقوا معي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين السؤال الحلقة هل من الممكن أن يجرب المسيح بالخطوط معنا دكتور فريد زاكي خادم الإنجيل ودكتور فريد أنت ذكرت طبعاً المحور الأول هي نظرة إلى المسيح وتكلمت هوية المسيح عن هوية المسيح تكلمت عن اللهوت عن اللهوت وعن النسوت وإحنا في صدد المحور الثاني اللي بيتعلق بشهادة الكتاب الكتاب المقدس أو شهادة الوحي نعم فإذا سمحت ممكن تحكي لنا أكتر عن أوصاف المسيح وعن الشهادة اللي بيتكلم عن هالوحي أتكلم أولاً عن الشهادة عنه عندما كان على الأرض أولاً شهادة الآب بعد 30 سنة المسيح كان في النصرة لم يبدأ بعد معجزات لم يبدأ تعليم عند المعمودية السماء انفتحت وصوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هل يقول هل قالها الآب عن أي شخص لا هل الآب من السماء وده صوت كل سمعوه في نهر الأردن هل من الممكن أن يقول هذه العبارة عن شخص قابل للخطأ لا نعمة اتنين اي رأيك في شهادة الشياطين لما كان يقترب المسيح ليخرج يأمر الأرواح وتخرج كانت تصرخ نحن نعلم من أنت قدوس الله الأب شاهد الشياطين شاهدت لكن كمان لما نتقدم بطرس وقف أمام اليهود يوم الخمسين وتكلم بكل مجاهرة عن أن المسيح مكتوب عنه في مزمور 16 ثم هو اقتبس هذا المزمور يقول لن تترك نفسي في الهوية أي عندما مات المسيح وأسلم الروح لن تدع قدوسك يا رفا سادة الحقيقة أنا بقف قدام كلمة قدوسك يعني القدوس المتفرد عند الله قدوسك أنت هولي وان في انجلش لا وفي العربي وفي العبري واضح الكلمة وفي العربي وفي العبري جميل نيجي لشهادة أشهر ثلاث رسل كتبوا لنا فشهادة بولس رسول يقول عن المسيح في كورينسوس الثانية خمسة عدد واحد وعشرين يقول الله لكي يصالحنا غير حاسب لنا خطيانا لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجله واضح جدا أن المسيح لم يعرف الخطيئة نحن ما قدرش أقول ولا كائن آخر لم يعرف الخطيئة ممكن ما عملنا هاش لكن هو لم يعرف الخطيئة شهادة بطرس يقول إيه بطرس العاشر يقول عن المسيح في بطرس الأولى 2 22 الذي لم يفعل خطيئة ولوجد في فمه مكر شهادة يحن آخر الرسل حضرتك أشرت أنه كتب في رسالة الأولى رد على الغنوسية بصفة خاصة فقال كده وتعلمون أن ذاك أظهر في رسالة الأولى الصحة 3 عدد خمسة وتعلمون أن المسيح أظهر لكي يرفع خطيئنا وليس فيه خطيئة خطيئة ليس فيه دايما نقول يحن بتاع اللهوتيات والعمق فهو بيقول يا جماعة مفهوش عنصر الخطيئة ودول جماعة عاشوا مع المسيح 3 سنين عصروا عصروا فهيجملوا مين وبعدين لا مش بس عصروا ده في أضف كده دول حاتهم انتهت بالاستشهاد يعني هم عارفين أنهما مش مرويج أكاذيب لأنه هذا الكلام وتمسكهم بالإيمان إلى أنه هيأدى بهم إلى الموت شهداء فكان هذا أمرا راسخا فيهم المسيح نفسه يعني تحدى اليهود وقال من منكم يبكتني على خطيئة فيعني هاي عبارة كتير كتير صعبة وخطيرة في نفس الوقت يعني تحدي طب يعني لأولي خطيئة لأولي علة شوفوا فيي أي شيء ودول أعداء عايزين يمسكوا على الشيء فهذه الشهادات طبعا فيه كتير لكن لوقت البرنامج هذه الشهادات تبرهن بيقين على قداسة شخص المسيح وأنه لم يكن له أي علاقة من قريب أو بعيد ولا صراعات ولا ميول وهو امتنع عنها ولا حتى البعض بيحط العبارة دي حياة خطيرة حتى بعض اللاهوتيين اللي للأسف ضد الكلام ده قالوا أنه كان بنسوته ممكن أن يخطئ لكن لهوته منعه ده كلام مش مقبول وضد إيماننا ما كانش فيه حاجة اسمها لهوته ويمنعه من أنه لأنه نفس نسوته قدوس كنت عاوز أسأل طبعا إحنا منيجي خلينا لب الموضوع اللي هو التجارب نعم الكتاب المقدس بيتكلم عن التجارب وأنه مش مرة ومرتين المسيح تجرب في البرية نعم في الصحراء وتجرب في بستان جد سيماني كان بصارع كان بجاهد مظبوح أيوة وبعدين الكاتب إلى العبرانيين كاتب عنه عبارة عامة يعني وكبيرة شوية نعم اللي بقول مجربا في كل شيء لكن طبعا بلا خطيئة كيف نعمل التوازن بين هذه الكلمات بين أن المسيح واجه التجارب لكنه لم يخطئ جميل برضو إجابة على هذا السؤال أخ نزار أنا هتكلم في ثلاث يعني عنوين صغيرة تحت العنوان الكبير العنوان الأولاني طبيعة هذه التجارب أكانت من داخله أم أتت من خارجه الحقيقة واضح قوي أنه الفرق الكبير بين شخص المسيح وبيننا أنه عندما جرب كانت تجاربه تأتي من الخارج وليست نابعة من الداخل يعني مثلا أي إنسان فينا إبليس يزين أمامه شهوة أو خطية فيه حاجة بتتحرك جوه الإنسان لكي ترتكب الخطية الرب يسوع له المجد تجاربه كانت كلها من الخير لم يوجد فيه جهاز استقبال حتى يتجاوب مع هذه الخطية عشان كده حضرتك أشرت وهو قال يعني في أول ظهوره العلني أتى إبليس وقبل الصليب أتى إبليس بس هو قال عبارة في غاية الجمال وهو متجه للصليب أعتقد أيها هي إنجيل يوحنى أصح 14 الآية الأخيرة رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء يا سلام يعني يعني بيقولها وهو لسه داخل للصراع بستان جثيماني هو عايز يقول ممسكش علي حاج محركش جوايا من الخطية وهو جاي دلوقتي ومع كل الألم والاعتصار اللي هتعصره في البستان وان عايز اتكلم عندي حالا قصة البستان إلا إنه لا يجد فيها شيء وعندما أعلق على الصليب لن يكون فيها شيء دي أول واحدة طبيعة التجارب تاني واحدة الغرض من التجارب هل كان الغرض من تجربة إبليس للمسيح سواء في البرية أو في النهاية امتحانه هل ممكن أن يسقط أم لا زي ما البعض بيقولوا لا ما لإيه لبرهانة من هذا الشخص فهذه التجارب أعلنت أمام كل العالم أن أول شخص أول إنسان تطأ قدمه هذا الأرض هذا الإنسان لم يغوى أمام ولم يسقط أمام سهام إبليس وأقدر أقول أخي النزار أن في تاريخ البشرية وفي الكتاب هناك ثلاث أشخاص يتشابهوا في أمر تعرضوا للتجارب من هذا التجارب من هذا النوع آدم حواء المسيح يتشابه في إيه إنهم جملة العالم بدون خطيئة فآدم حواء خلق بلا خطيئة في حالة براء والمسيح أولد بلا خطيئة أول اتنين ساقطوا المسيح لم يسقط وده بقى بيورينا تفرده وبيورينا أنه طبيعة كيانه أو زي ما حضرتك قلت في الأول الـ الـ تعتشخص المسيح الهوية يعني في رسالة يعقوب وهو يعني غير مجرب بالشرور نعم ولا يجرب أحدا أيوة ولكن كل واحد يجرب إذن جذبه يعني فيه إشي اللي بولوس بسميها الخطيئة الساكنة فيها أي فيه جسد يعني فيه طبيعة اللي هي تورثناها عن آدم اللي هو المسيح لم يتورثها لأنه ولد من عذراء يعني حبل بي من الروح القدس وهذا مميز شخصية يسوع يعني على كلامك أنه فعلا التجارب اللي كانت تيجي من الخارج لأنه التجارب الشر يجرب إذن خدعه من شهوته تمام وبيستسلم للتجربة وبيسقط وبيفشل في هذه التجربة يعني فيه إحدى الترجمات الإنجليزية أنا أذكر أنه كلمة إنجذبه وانخدعه جايها جاي يعني فيرب وأنا برضو هترجمه أو حادتك طبعا ترجمه يعني كأنه اندحك عليه غرر به لورد يعني زي الطعم اللي في الكلابة يعني طعم حتى اللي في سنارة بالزب نعم فأنا كلمت عن طبيعة التجارب الغرض لم تكن يطرها ينجح ولا يسقط لا استحالة استحالة طبعا ده أنا عايز أقول أكتر من كده نتيجة النتيجة اللي امتحانات دي كانت معلنة في العهد القديم قبل ما ييجي بمقاة السنين فمثلا نقرأ الشعياء 42 نبوه عنه الله يقول ايه هو هذا عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي ده قبل ما ييجي بأكتر من 700 سنة الشعياء 53 يذكر عن المسيح في أصحح آلامه على الصليب للتكفير عن خطيان يقول كده وعبد البار البار ده ما جاش لسه قال بس ما نعرف ده يعيش ازاي أنا عارفه هو مين وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين رغم انه على الصليب آثامهم هو يحملها فأدي الغرض منه لكن نمر الثلاث برضو اللي بيقولولنا انه ماهتجرب طول بالك معاي نوعية التجارب هو مين من البشر اتجرب النعدة ايه اقصه دي بالنعدة مين من البشر جاله الشيطان بنفسه وقال له حول لي الحجر لخبز لخبز لا احنا التجارب اللي بيتعرضوا لها البشر كلهم ابسط من كده بكتير لا ده ده حاجة خاصة التجربة التانية اطرح نفسك عشان تبرهن انك المسي يعني انت بتقول المسي طي اطرح نفسك والنبوات هتم فيك مين الطلب منه ان يطرح نفسه من على مكان مرتفع جدا مئات الامطار جناح الهيك جناح الهيك التجربة التالتة مين يتعرض قدامه انه ياخد كل ممالك العالم ومجدها بس يسجد قدام الشيطان هي سجدة واحدة ركعة واحدة اذا دي تجارب خاصة بشخص خاص لبرهنة قداسته الكاملة وليس لاغواء وليس لفعل خطيئة دكتور فريد عاوز اشجع المشاهدين يمكن الموضوع لمس قلبك ونعارف ان في كتير ناس عم تتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بحب اسمع رأيك وكمان اذا بتحب تتواصل معنى الخطوط مفتوحة امامك عندي سؤال كتير مهم دكتور فريد وهو يمكن بنفس سياق الحديث المسيح هو الكامل القدوس المنفصل عن الخطوط يعني استحالي انه يتجرب الخطيئة او حتى يكون شبه يعني فيه لكن من ناحية تانية الكتاب المقدس لان البعض بقولك لا الانبياء كلهم معصومين ما حدا بيخطئ لكن الكتاب عم بيوري خطايا الانبياء حتى انبياء الكبار يعني مثل ابراهيم مثل موسى مثل نوح مثل داود مثل سليمان وهكذا فيه يعني دول انبياء يعتبر كبار وبرضو اخطأوا فشو يعني شو ردك على هذا الموضوع اولا اقول انه كون الكتاب المقدس يذكر هذه الاخطاء لأفاضل الاشخاص هذا يؤكد صحة هذا الكتاب فهو لا يتسطر على بس البعض بهاجمنا بسبب هذه الخطايا لانهما مش بيفكروا صح يعني هو لو فكر صح يعرف ان دا كتاب صادق وحقيقي فأي من البشر لم يتعرض للسهو والسقوط والخطيئة الكتاب شهد نفسه ليس بار ليس ولا واحد طب كم واحد اخطأ قال الجميع اخطأ واعوازهم مجد الله بما فيهم الانبياء طبعا بما فيهم الانبياء نمرة اتنين سقط افضل الانبياء لكي عبر التاريخ يتبرهن ان الكل مجرد بشر مهما انبلغوا لكن هناك واحد فقط لن يسقط ولن حتى يوجد بداخله الميل للسقوط لكنه انتصر عليه وبالتالي هذا يظهر تفرد المسيح تفرد المسيح يا اخي نزار يؤهل الحقيقة خطيرة اخرى وهو ان يكون هو الفادي ان يكون هو الذي يقدم نفسه كفار على الصليب فكيف من الممكن ان يقدم نفسه ككفار لفداء بشرية من الملايين الملايين ان كان هو نفسه يحتاج الى من يكفر عن خطياته يعني هي هاي صرخة الاجيال يعني اللي هي الغص هاي انه كل واحد بيدفع الثمن الموت يعني تمام لانه اجرة الخطيئة هي موت فكان لازم فعلا واحد يكون كامل كامل بلا خطيئة يستطيع ان يرضي الله وبنفس الوقت يستطيع فعلا ان يكفر عن كل خطايا البشرية تمام وبعين الله العادل القدوس البار لن يقبل ان من يكفر عن الخطيئة يكون بداخله اي قدر من السهوة او المل الخطيئة وإلا يبقى هنظلم الله نفسه هو المشكلة كمان انه من حاول نستخدم المنطق من حاول نستخدم الكبائر والصغائر انه لا يعني لم يخطئوا بالكبائر لكن مفيش عند الله كبائر وصغائر يقول السهوات من يشعر يعني فكر الخطيئة حماقة اذا كان الرب يسوع لكل المجد لما جاء على الأرض قال من قال لأخيه يا أحمق يا ده قدي الناس بتقول للآخر يا أحمق يا مغفل يكون مستوجب نار جهنم يا رب ده انت ما قلتش ده زنة ما قلتش ده سارع ما قلتش ده ارتكب من كبائر قال انتوا عندكم كبائر وصغائر في موازين الله يتعدي على قداسته طب من هذا الحديث يعني بستشف انك انت عم تتكلم عن تميز عن تفرد يسوع المسيح عن سائر الأنبياء سائر البشر لكن برضو في الكتاب يعني احنا ذكرنا تجارب المسيح في البرية وكان في بستان جتسماني ذكرت انه عاوز يعني تخصص الوقت اكتر للحديث نعم عن البستان انه كان فعلا نعم يجاهد ويصارع نعم حتى اليوم عندنا بستان جتسماني في القدس بسموه بستان النزاع يا سلام بستان الصراع يعني الآجوني يس لدرجة انه قطرات العرق نزلت قطرات دم فشو اللي حدث بهذه المرحلة عم بصارع المسيح عم بقول يعني ان امكن فاذا ممكن تاخدنا في هذا يعني في هذا الموضوع طيب اسمح لي اقرأ من عبرانين خمسة كيف وصف الوحي الالهي على فم كاتب العبرانين ما حدث في البستان يتكلم في عبرانين خمسة عن عظمة المسيح كرئيس الكهنة فيقول عنه عدد سبعة الذي في ايام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتدرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه اللي بعدها مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به واذ كملا صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي مدعوا من الله رئيس كهنات على ربط مالك صد المفتاح لله حصل في بستان جسيماني لماذا هذا الصراع الذي عانى منه المسيح الكلمة هي الألم الذي كان هو يدرك تماما حجمه عندما يعلق على الصليب وبصفة خاصة طبعا الألام أنواع يعني أنت طبيب نفسك كمان في نفس الوقت يعني لما بصل إيه الحال اللي بصل فيها أنه العرق بيتحول لقطرات دم معناته فيه سترس فيه سترس فيه زهيرة معروفة في الطب اسمها التعرق الدموي يعني من شدة العرق بتنفجر الشعيرات الدموية المرتبطة بالغضد العرقية وبتنزل لكن كمان ده المسيح عانى كأنه اقترب من حالة الاكتئاب الشديد يعني نفسي حزينة جدا حتى الموت السؤال ليه ليه هو كان خايف لا مش خايف ده لما جم يلقوا القبض علي قالهم أنا يسوع أنا هو سقطوا نعم لكن احنا قدام شخص كله العلم فكان مدرك حجم وهول الصليب اتنين كله القداسة فيه جانب في الصليب احنا ناس كتير مش قادر تفهمه الصليب مش مجرد المسامير ولا اكليل الشوق الصليب كيف ان المسيح المتمتع بالشركة مع ابيه في كل حياته ستأتي ساعات الظلمة اللي فيها سيترك كانسان اله اله لماذا تركتان يعني يترك يعني اللهوت يفرق الناس لا لكن يعني يترك يعني هذه الشركة التي لم تنقطع لحظة كان يدرك المسيح انه عندما ستوضع عليه خطيانا ستتوقف هذه والذي قال في اشعياء 63 دست المعصرة نعم لوحده فكل ده تصور قدامه فكان بيتعصر في بستان جسيمان هل ممكن نقول ان هاي الانتصار على التجارب في البستان بالنسبة لنا لانه القدوس يعني هو منتصر ايه هو ابتدي بالتجارب الاولى في البرية هو الحياة في التجارب الاولى في البرية التلت تجارب دول رغم انه هما يخصوه وما تعرضوش على حد بس بيقدموا تلت انواع من التجارب بنتعرض له ففي الاولى انه يحاول حجر لخبز شهوة جسد في التانية انه يجرب انه يطرح نفسه فالناس تشوف تقول ده المسي تعظم المعيش التالت انه ياخد كل امجاد العائم يقولك اراه النظرة شهوة العيون فده مبدأ يعني هو الرب بيحط المبادئ هل ممكن ان ننتصر كمؤمنين نعم لو كنا في نفس خطوات المسيح التي يعلمنا اياه ايه هي كانت خطوات المسيح قبل التجربة دخلها وهو مصليا كان يصلي رجل الصلاة اتنين دخلها وهو ممتلئ من الروح يقول كان يقتاد بالروح في البرية يعني اللي ودى البرية كان الروح القدس نعم من التلاتة انه في كل تجربة اجاب الشيطان مكتوب احنا هل احنا حفظين المكتوب احنا بنقرب مفروض نحفظين المكتوب فلما الشيطاني حربنا نرد عليه بالمكتوب طيب لو عاوزين انلم الموضوع احنا طبعا وصفت المسيح بحسب كلمة الله انه الله الظاهر في الجسد طبيعته قدوسة نور وهو نور لا يدن منه لا يعني لا ظلمة فيه البتة وفي نفس الوقت كانسان كامل فعلا انتصر على كل التجارب اللي واجهها وانت ذكرت ان هذه التجارب كانت خارجية لان الله غير مجرب بالشرور نعم طبيعته طبعا قدوس ونور ايضا وفي نفس الوقت هذه التجارب يعني اللي عم بعيروا فيها انه بحسب الكاتب الى العبرانيين انه كان مجربا في كل شيء وهل التجارب جزء منها ممكن يكون يعني تجارب وحشة ولا كده ولا هو اذا سمحت لي انا عايز اقلق الدوع على ايتين قبل ما يعني يخلص حدثنا الاية الاولى عبرانين اتنين اظن عدد 18 لانه لانه كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين والاخرى اللي انت اشرت اليها عبرانين اربعة ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرسل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئ ما هي ما معنى مجرب والام ببساطة شديدة المسيح في حياته على الارض مشاهد الخطيئة والشر التي حوله لم يكن غير مبالم به اضف لذلك انه شخص قدسته كاملة فاذا اذا كان المؤمن لما بيشوف الخطيئة بيتقزز بيتقلم رغم انه الخطيئة فيه لسه اما اللي خالم الخطيئة امر الطالوت كان بعذب نفس الغر فكان بالاحرى الرب يسوع وهو يرى الظلم رياء الكتبة فساد المجتمع الروماني اللي كان مهيما على فلسطين في ذلك الوقت واضح ان النجاسة كانت كتير بسبب الشرور اللي كانت موجودة الارواح الشريرة اللي سكنة اجساد الناس ما وقع هذا عليه كان يتقلم اضف الى هذا كانسان اختبر الجوع اختبر العطش اختبر التعب ليه كل ده اهي بقى دي نوع كلمة مجرب في كل الشيء بمعنى اختبر المعاناة الانسانية بشكل كامل علشان اي شخص من المؤمنين يقدر في اي وقت يشعر بمعاناة يبص ويقول اعني فعلا هو تألم في كل شيء وجاع وعطش ورفض وتألم كانسان يعني واجه كل انواع الالام نعم مع هذا الخطيئ مع هذا الخطيئ طيب خلينا اخد بس هذا الفاصل القصير وعلى فكرة الخطوط مفتوحة اذا عندك اي سؤال بتحب توجه لدكتور فريد الفرصة مفتوحة رح اعود بعد هذا الفاصل مفتوحة مفتوحة اهلا اعزائي المشاهدين دكتور فريد وصلنا سؤال عن طريق السكايب من سرين هو سؤالين سؤال الاول لماذا قبل المسيح ان يجربه الشيطان ليه قبل السؤال التاني لماذا قبل الشيطان ان يجرب المسيح جميل السؤال الاول لماذا قبل المسيح ان يجربه الشيطان الشيطان ببساطة شديدة كان لابد من أول مصاره على الأرض أو خدمته العلنية عند سن الثلاثين أن يتبرهن مين ده؟ من هذا الشخص؟ فقبل المسيح أن يجربه الشيطان حتى يظهر علنية لمدة ثلاث سنين أن هذا الشخص شخص فريد متفرد بلا خطية في داخله وبلا ميل للخطية وبالتالي عندما يذهب إلى الصليب يكون إنجاز أقول هو القادر أنه يقدم الفداء لكنه لو لم يكن عايز التجارب لم يكن بكلمة واحدة ما فيه آخر تلت تجارب قال له اذهب عني يا شيطان ما يقدرش يوفق الدعم والسؤال الثاني لماذا قبل الشيطان أن يجرب المسيح؟ لأن الشيطان محدود الإدراك فلا يدرك أبعاد كل الأمور البعض بيظن أن الإبليس يعني إدراكه زي الله حاش إبليس يعني مش فهم كل حاجة فهو طبعا دي جات له فرص وكأنه عايز يجرب ده اللي سامع عنه من البداية أنه ده أولد لكم مخلص طبعا أنا أجربه كمان أنا عاوز أقول في خدمة المسيح ما فيه مقارنة يعني كتير مرات إحنا منقول الشيطان بالمقابل المسيح بالمقابل الشيطان طبعا ما فيهش يعني ما فيهش لأنه أصلا لما كان بيمشي المسيح على الأرض كانت الشيطان تصرخ تصرخ فيعني كان واضح حضور المسيح ما فيهش مقارنة كانت الشيطان تخرج كانت تصرخ نعم 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 طيب خليني أخد مكالمة من المكالمة الأولى من أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند اتماعنا على الهواء تفضل على السريع أبو مهند مساء الخير مساء الخير مساء الخير لك أيها الأخ نزار شهين والضيفك الكريم شكرا أريد أن أتبعوا بعض هذه الكلمات قلتها في السابق وأفضل أقولها إذا سمحتي بذلك فضل كما اعتها قائلة الجالس على العرس والخروف البركة والكرام والمز والسلطان إلى أبد الأبيين رؤية خمسة تلطعش أن الرب يسوع المسيح أختلف كل الاختلاف كل بني البشر السائلين على هدف الأرض منصيا وحاضرا ومستقبرا هو الله الكامل وإنسان هو الله الكامل كما أنه الإنسان الكامل كانت حياته على الأرض تأكس لهوته ونسوته الكاملين هو الذي قال عن نفسه أنا خبز الحياة ولكن ابتدأ حياته الأرضية بالجوع قال أيضا أنا ماء الحياة وأنهى حياته عدشانا نعم جاء المسيح إنسان لكنه أشبع الآلام كالله بالذات كان حزينا ومحبوبا لكنه في البقض نفسه كان سلامنا فزينا وقضى الملك السلطان دعي بعد زبول ولكنه أخرج الشريطين صلنا وهو الذي يسمع صلاة واستجيئها بكى وهو الذي يمسح دموعنا ديع بثلاثين مليون فضة بينما اختلوا قطاع واشفعت منهم غاليا بدمه سيقى كشات للدب بينما هو الراعي الصاصح الخط عم بروح أبو مهند أنا بتأسف كتير الخط عم بيقطع لكن اللي بفهمه من كل كلام أبو مهند في عبارة واحدة قالها الكتاب المقدس عن شخصية يسوع المسيح يدعى اسمه عجيبا عجيب في كل شيء خلينا أخد مكالمة من عبدالله من المغرب أهلا وسهلا أخي عبدالله انت معانا على الهواء تفضل أهلا وسهلا بيك تفضلي أخي عبدالله أخي أنا أرى العابرين إلى المسيحية هم الحدون لا يعترفون بالله أصلا وهم محتالون يضحكون عن المسيحيين يأخذوا منهم مساعدات ووضائف وزوجات ويقولون للمسيحيين أنهم تركوا الإسلام وعتنقوا المسيحية لأن المسيحية في محجمات سل الدخول إليها لأن خمسة حفل من المسيحيين تركوا وغفحوا من الحدين ومنهم في أوروبا والإسلام لا يحتاج إلى الناس فهو دائما في تذارع الدول المسلم مستحين أن يتنصر مستحين أن يترك ترك التركيز والتحليق شو عرفك يا أخي عبدالله أخي عبدالله شو عرفك بالموضوع هذا أخي عبدالله بتاع مريم وعيثة لأسباب مادية وأسباب طبعا زواج وإلى آخره طب ماذا عن الأغنياء وماذا عن الشيوخ وماذا عن الأئمة وماذا عن السياسيين والوزراء ومن كل مستويات الشعب مش هذا الحديث أنه عم بيجوا للمسيح ما فيش أي إغراء ولا فيه أي بالعكس اللي بيجي للمسيح عم بواجهة الاضطهاب وعم بيضحط بالسجن وعم بكتير ناس عم بتموت من أجل المسيح أخي عبدالله لا 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 إسمعني أنت من المغرب أخي عبدالله كيف دخل الإسلام إلى المغرب لا 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 ما تقول مستحيل كيف دخل الإسلام إلى المغرب أدرس التاريخ كيف دخل الإسلام إلى المغرب أي فتحات أخي عبدالله أنت بتشوف الحق بتشوف الحق وانت مجرد عم بتجادل وبتتكلم بكلمات يعني فارغة يعني اذا في مسيحية باوروبا بيعطينك الاسلام بيعطينك الاسلام يمكن لأسباب لكن انا بحب أكد لك انه كتير من المسلمين عم بيجوا للمسيح صدقني صدقني اخ عبد الله ولا واحد بيتكلم معهم حتى منهم بيشوفوا رؤى واحلام وإعلانات وبيجوا من حالهم الى يسوع المسيح مش بس الملحدين على كل حال انا اعطيتك فرصة شكرا جزيلا اخ عبد الله تواصل معنا في الاسبوع القادم ربنا يباركك اي تعليق اخ فريد عايز في الدقائق المتبقية اقول الغاية من هذا الحديث هو ان نظهر لكل من شاهدنا عظمة شخص المسيح وكفايته ان يخلص فنحن ندافع عن الحق المسيحي ده واجبنا من الجانب التاني نحن في هذه الحلقة ومن هذا المنبر نقدم المسيح مخلصا لكل شخص مسيحي بالاسم وغير مسيحي ليس سواه سيخلص واقول ايضا وليس سواه سيدين من لم يقبله الرسول بطرس ذكر العبارتين دول وقال وانا بحب اذكرهم قال له يشهد جميع الانبياء ومن لا يشهد للمسيح الحيئة ليس من الانبياء له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسم المسيح غفران الخطايا طيب ومن لا يقبله من لا يقبله هذا هو ديان الكل فاليوم اقول لأي شخص صديق بيشهدنا اقبله اقبله لانك ايه لم تقبله فذات الشخص انت ستقف امامه بس كمتهم وهو الذي سيدين العاقل الذي يقبله المسيح خلص عبر السنين الملايين ولزال الى يومنا هذا يخلص يخلص من الوثنيين يخلص من المسلمين يخلص من المسيحيين كمان المسيحيين بالاسم يخلص من الملحدين ليه الوحيد الذي يعطي معنى للحياة هو قال اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل فعلا يعني انا مش بدأزيد على كلماتك لكن برضو مش بس بيعطي حياة بيعطي تأكيد لهذه الحياة وهذا الشيء لا ترى في اي ديانة اخرى في المسيحية الله هو الذي اخذ زمام المبادرة سواء في القديم مع ادم وحواء عندما البسهما اقمس من جلد عن طريق الذبيحة وطبعا في ملء الزمان المسيح كفارة لكل العالم للجميع اذ يغطي عيوبنا ويسترها وفعلا حتى يحررنا من الخطيئة وبتعرف ان المسيح بيعطي التأكيد في الحاضر مش انه ان شاء الله واذا واذا عملت واذا مرست او او لا بقول يعني الكتاب واضح من يقبل الي لا اخرجه خارجا ثم يقول المسيح الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة ثم قال في يحنى عشرة ولا يقدر احد ان يخطفها من يدي وانتم الذين بقوة الله محروسون اخوتي واخواتي الانسان عايش في المجهول عايش في الضياع عايش في الخطيئة جاء المسيح مش على اساس يقوم بعملية اصلاح ولا هداية معينة جاء المسيح ليقول بعملية تغيير تغيير جذري في القلب ويعطي حياة ابدية يستطيع ان يقدم لك غفران الخطيئة ويستطيع ان يعطيك الحياة الابدية ويستطيع ان يعطيك الضمان والتأكيد الابدي لهذا الخلاص عندما تقبل الى يسوع المسيح وفعلا لانه اكمل العمل وهذا ما يفعله يسوع المسيح هو يقرأ على باب قلبك اعترف به امن به توب عن خطيئك وهو سيأتي الى حياتك ربني باركك وبحب اسمع منك ترجمة نانسي قنقر